البداية رح تكون مشاهدين ومستمعين عبدالعزيز أيضاً مع موضوع السمنة هذا الموضوع اللي دائماً نتكلم عنه فقد كشفت إحصائية جمعية شارك للبحوث الصحية في المملكة عن المؤشر العام للأمراض المزمنة والسمنة واللي شارك فيه تقريباً سبعة ألاف مشارك من مختلف مناطق المملكة يا عبدالعزيز حيث ظهر هذا التقرير تقريد ومشاهدين نسبة المجموع الكلي لسمنة في الربع الأول من العام الحالي ووصلت نسبة السمنة للإناث إلى 24.5% والذكور 19% كما شملت الإحصائية نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة التي تزيد عند الذكور مقارنة بالإناث والتي وصلت إلى 34.4% وعن أكثر المناطق سمنة وإصابة في الأمراض المزمنة في السعودية تصدرت مدينة الرياض بنسبة 26.8% تليها الشرقية بـ 25.8% ومكة المكرمة ثالثاً بـ 24.24% وللحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض الدكتور نايف العنزي استشاري جراحة السمنة أهلا وسهلا فيك معنا ومستك الله بالخير دكتور يعني دائماً نسمع عن أن السمنة منتشرة لدينا أنه في عندنا مشكلة سمنة إيش أبرز الأسباب لهذه المشكلة دكتور؟ يا أهلا وسهلا حياك الله وسعيد بوجودي بينكم طبعاً حديث السمنة يعني ذو شجون صراحة وإحنا لنا سنين ونتكلم عن السمنة ومشاكل السمنة وأسبابها لكن الغالب أو الطاغي على مشاكل أو أسباب ارتفاع السمنة هو السبب الرئيسي الذي يمثل تقريباً 90% من أسباب وجود السمنة وهو التغذية إذا كانت عندنا مشكلة في التغذية أو طريقة التغذية غير صحيحة بالتالي توصلنا إلى هذه النسبة التي هي 90% من وجود السمنة عند الناس واحدة من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى وجود أو ارتفاع السمنة قلة النشاط البدني والكل يعلم أنه إذا كانت التغذية سيئة وأيضاً ما فيه عندنا نشاط بدني جيد بالتالي نصل إلى السمنة طبعاً فيه نسبة ولكن أقل من النسبة التي هي التغذية والرياضة التي هي وجود الأمراض الوراثية وجود بعض الاضطرابات في الغدد الصماء مثل كسل الغدد الدرقية كسل الغدد الدرقية طبعاً يساعد على تقليل التي هي عمليات الأيض في جسم الإنسان وبالتالي ما يحصل عندنا حرق للسعرات الحرارية وبالمقابل سيكون عندنا ارتفاع في معدل السمنة من الأمراض الوراثية طبعاً واحدة من الدراسات أثبتت على أن 80% من سمنة الأطفال هي تكون بسبب وجود سمنة عند الوالدين طبعاً واحدة من الأسباب طبعاً التي يكون لها أثر في وجود أو ارتفاع نسبة السمنة استخدام بعض الأدوة والعقاقير زي بعض الأدوة النفسية التي تساعد على فتح الشهية وبعض أدوية الكورتزون أيضاً التي تساعد أيضاً على فتح الشهية وبالتالي يكون عندنا وجود للسمنة هناك طبعاً نربط دائماً بالتغذية لأنه انتشار طبعاً المطاعم والوجبات السريعة طبعاً هذا العبدور أيضاً كبير في انتشار السمنة والأكل الغير صحي اشتركوا في القناة